طب ازاي بقى شايماء ترجع تاني تبقى كويس هترجع سويا بالتأهيل النفسي وبالمعاملة الطيبة والناس تمدلها ياد العون وتساعدها وتربى ولادها تربية سليمة ويا ريتي رب اي حد بيسمعنا يتكفل ببيت ليها يتكفل وزارة التضامن الاجتماعي يتكفل بمعاش شهري بمعاش شهري احنا بننقذ ست هتقعد في الشارع هي ولادها ولادها دول صغارين في السن وفي منهم ولاد وبنات سخلي بالك الماديا دي ربنا والنفسين دي هي تساعد نفسها ولا الناس اللي تساعدت هي هتساعد نفسها والناس تساعدها الناس المحترمة الناس الكويسة تساعدها وتقف معاها وتساعدها يعني النفسين لما الواحد بيوعب يحتاج إلا حواليه ولا ممكن يقوم نفسه نفسه يقوم نفسه نفسه بس محتاج جزء الدعم الإيجابي يعني بمعنى ايه ان انا لما بلاقي ناس كويسة انا بوصل لها رسالة ان الدنيا بخير بوصل لها رسالة ان انت بتتعافي بسرعة بوصل لها رسالة أني أنت هتقف على رجلي بوصل لها رسالة أني فيه ونس وفيه دعم في حياتك أني أنت مش لوحدك وربنا خلقنا في الدنيا عشان نكمل بعض محدش في الدنيا هيعيش لوحده أنا آخر سؤال هختبئيه مع حركة طفل اللي بيتربى في مجتمع زي مجتمعنا من غير أب بيطلع عامل إزاي؟ من غير أب وهو عايش بيطلع طفل غير سوي وخصوصا إذا كان الأب قاسي وبيتعامل معهم بالمعاملة دي لأنه مش هيتقبل أني هنقول أن أبوك ميت لأنه أبو عايش بالفعل ولكن في يوم من الأيام هو الولد بيعتقد أنه هو مالوش أب وبيعيش حياته أنه هو مالوش قدوة فبالتالي بيبقى ممكن ينحرف ممكن يبوز ممكن يتضمر نفسيته إذا كان عايزة أقولك حاجة لما بيكون فيه أسرة فيها أب وأم في البيت والأب بيبقى بيشتغل فترات طويلة غصب عنه عشان أكل العيش فدايما أنصح الناس أقوله إيه لو هترجع بالليل أقعد بس مع ولدك عشر دقايق حطلوا لعبة وهو أنا يميس حاليا عشر دقايق اتكلم معهم قولهم أنت عملتوا النهاردة احكول لو أنت حتى كمان بتشتغل شغلانتين أو راجع تعبان من الشغل وبتجيب قوت يومكم ومصرفهم ارجع بس أقعد معهم عشر دقايق فما بالك بقى بأطفال هتعيش من غير أب وياريته كمان أب سوي وحتى لهم موجودين معاه هو أب مسوي هيتطلحهم معقدين نقصين فكريا ومعنويا هيتطلحهم بيفكروا في الميول الانتقامية هيتطلحهم شخصية متخبطة شخصية عشوائية هيتعرضوا جميع أنواع التعذيب والزل والإهان فمش أي حد بيتجوز ينفع يكون أب أنا بشكرا يكون أورتين ترجمة نانسي قنقر